الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم ارحمنا برحمتك اللهم استرنا بسترك اللهم احفظنا بحفظك اللهم اجعلنا تحت حمايتك يا فالق الحب والنوى اعقي كل مرء ما نوى اللهم اختم لنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله وحينا بلا إله إلا الله محمد رسول الله وآمتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله وحشرنا مع أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله وادخنا إلى جنة أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم أحطنا بأهل لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم املأنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله حتى لا نرى إلا أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله آمين إذن أجيب على الأسئلة الكتابية سعيل يقول ما حكم الأكل من طعام الجنازة ما حكم الأكل من طعام الجنازة وقد كثر السؤال حول هذه المسألة الشريعة الإسلامية تشترط أن يكون الأكل حلالا إذا كان الذبح لله فاكل يا سيدي يا جوز ما هو حرام الآن إذا مات الميت الناس كلها تأتي الجيران يصنعون لأهل الميت طعاما وذلك النتيجة وخواله عمومه أولاد خواله عماته جداته هذي كلهم يقودوا بالعشة ما رانيش عارف الآن أبو خليطة روي يقولهم الأكل من طعام الجنازة حرام ولا حرام إلا بنص ليس هناك حرام إلا إذا هناك نص يحرم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا هذا حرام أما يجي واحد يحلل ويحرم كما يحب هو على سب الهوى التعوى على سبع قلوب يعني وصل بهم الأمر أن قالوا أن الطعام الذي يعد بمناسبة المولد النبوي الشريف حرام حسبنا الله ونعم الوكيل معناها أمهاتنا وجداتنا لداروا رشدة في المولد النبوي ولا التخشوخة عند الشاوية بمناسبة المولد النبوي ولا الطعام عند الأقبائل بمناسبة المولد النبوي معنتها داروا حرام يعني الحرام يوم القيامة على سبع الفتوى الباطلة الله جل جلاله يلقي هذه المرأة المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في نار جهنم واشتهمتها يقولها أنت يا فرحتي بمولده عليه الصلاة والسلام يعني يتصور عاقل هذا يتصور إنسان يقف بين يدي الله وربي يقول له يا عبدي علاش فرحت بمولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم خوذوه إلى النار ولا خوذوها إلى النار خاش دارة الطعام بمناسبة المولد النبوي الشريف شو الجاهلية شفتو كيف حبوا يوصلونا للجاهلية أما لا الأكل من طعام الجنازة يجوز واحد راح الجنازة حط لهم أكل يجوز أن تأكل ولا شيء عليك وعلى أهل الجنازة ينويو هذا الطعام من الصدقة ينويوه الصدقة على الميت صدقة عليه ولا شيء عليك وكاين فرق نعم كاين فرق بين التلتيام وبين الطعام لازم نفرقه حتى هذه التلتيام لو اعتقد تبعوني مليح لو اعتقد الإنسان أن التلتيام مواجبة تولي بدعة ولكن إذا دير تلتيام ولا حبي دير في ربعية ولا في اليومين ولا لا لا عندنا بابانا عنده عشرين سلام لي مات حبينا اليوم نقرر القرآن يا جوز إذن لا تعتقد أن التلتيام مواجبة ولا شيء عليك وأنا ما نتصوش بلي في الجسائر الناس يعتقدوا بلي التلتيام مواجبة ما يعتقدوش هذا وإنما يديروها يقول اليوم الأول مات اليوم الثاني يوم يوجدو اليوم الثالث يديرو طعام ولا يديرو قراءة قرآن ويهدئو ثوابها للميت ثم بعد كل واحد يذهب إلى سبيله من تعتد تعتد ومن يذهب إلى بيته يذهب إلى بيته الأكل من طعام الجنازة يجوز إذا كان حلالا والأصل في المسلم أنه حلال أنت كي تحتأكل طعام لا تقول لدخو يا أولاد مذبوح ولا لا لا كي تحترقيلو الحم من العقبة من السوق هاني رحت للسوق مرة تعقت لك جيبنا شوية الحم اليوم يجاي يا إماك انت تعطي شي الحم تقوله أخو يا مذبوح واشكون ذبحوا ولا سمع عليه الأصل في بلاد المسلمين أن اللحم حلال إلا إذا كان مستوردا من بلاد الكفر كاللحوم المستوردة من الهند فلا يجوز أكلها با لك يخدعكم سائل يقول أو سائلة يقول طلقني زوجي ثلاثا في المحكمة وصدر قرار طلاقي و لكنه قبل ذلك طلقني بكلمته فهل أحسب عدة من يوم كلمته أو من يوم قرار المحكمة رأني فهمت السؤال راجل أطلقها في المحكمة ثلاثا يعني خلاص البتتة وأطلقها بالسانو قبل ما رحوا المحكمة هل العدة من يوم قرار المحكمة أو من يوم تلفذ الزوج بالطلاق وهذا سؤال مهم جدا الجواب السمعي مليح يا أختي من يوم تلفذ الزوج بالطلاق تحسب العدة ماشي من يوم صدور قرار المحكمة ولذلك هذه مسألة مهمة على القضاة أن يراعوها في أحكام الطلاق على خطرات تبعوني مليح الراجل يطلق زوجته بالثلاث خلاص ولت أجنابية ورأي في العدة ومن بعدها هل رحوا للمحكمة هل حط ملف هل مبطاو بعد ستة أشهر هي تكون خلاص المرأة خرجت من عدتها وجاز لها أن تتزوج المحكمة تنظر في القضية ويحكم بالطلاق انتحها وهي رأي خلاص هي طلقت شرعا وصارت أجنبية يعني مدى بين القاضي يسأل الزوج يقوله شعلا عندك مني طلقت يقوله عندي ثلاثة أشهر مني طلقتها يديرها في حكم الطلاق بأن هذه المرأة تطلقت منذ ثلاثة أشهر باش تخرج من عدتها وإن شاءت أن تتزوج تتزوج مسألة أخرى الله يفكرنا في الشهادة ورأي كثر السؤال عليها يروح راجل للمحكمة قال يا ودي ما تفهم ناس ما عمرتو يجوزوا إلى الصلح قال ما تفهم ناس ومبعد المحكمة تحكم له بالطلاق ومبعد الراجل ما قلش تلقى وحدة ولا زوج ولا ثلاثة لا لا راح برك دار ما يلف يا ودي ما نشبه تفهمين جيت نطب الطلاق يروحوا لعند الجهلة واش يقوله الجاهل هذا أبو خليطة واش يقوله يقوله خلاص ما دام المحكمة حكمت بالطلاق ما يجوز لك شتردها وهم حابين يولوا بعضهم بعض على هذا الجاهل أن يسكت عليه واش قالوا العلماء وروحوا شوفوها عندها ابن أبي زيد القرواني اللي ما جابش نية عدد ينوى واش معنتها ينوى معنتها عنده قرار طلاق من المحكمة ولكن المحكمة ما إيش حكمة طلقا ولا زوج ولا ثلاثة يعيط له المفتي يقوله انت هك حبتوا لي الموتك يقوله أني حب لما هاي حبتوا لي أنا حابين أما لا جيب نية تطلقى واحدة لأنه هو ما نواش نية ما كاش نية وإنما الأعمال بالنيات ينوى ينوى قال أنوي يقوله أنا نويت وحدة نويت وحدة وأنا نقولكم أعوذ بالله من كلمة أنا أعوذ بالله من كلمة أنا والله يغفر لي ويسامحني لو كان راجل يروح للمحكمة وما يجيب شنية والمحكمة تصدر الطلاق بلا ما يكتب العدد لا طلقاء لا زوجلة لا تعطاه له القبر بلهم طلقين إذا حب يردها نحسبها له طلقة واحدة تحسب على أنها طلقة واحدة ما نحسبهاش على أنها ثلاث طلقات طلقة واحدة ما لا ينوى ينوى قال أنوي طلقة واحدة أنا نويتها طلقة واحدة هيا ما زيش عاود رح جي مرتك ودي مرتك وهكذا الآن لا لا ولو يقولوا لهم ما دام حكمة المحكمة انتهى فهو طلاق ثلاث كون قبل طلاق ثلاث المحكمة ما يدير العدد ورجل من واش عدد زعفا راح يطلقوا خلاص ما وش ناوي حتى عدد بعد ما أهدأ وصفات القلوب وبانت الأمور بالا كان عنده شبهة بالا كذبوا عليه وهذا واقع كذبوا عليك شما قالوا له وجابوا له هذرة هكتع أخواتاته عمروا رأسه يماه هي تخطبها لهم وتقولوا يا ولي دي ما تدي أشمان يش أرضي عليك وم بعد هيتها كلها رأسها ما عروف هذه الحكاية في المكالة نغطوا الشمس بالغرب الراجل يقولي الضغوط عليه واتاته يماه منا منا يروح للمحكمة ويطلقهم بعدها يهدأ ويبرد ويستغفر ويصالي ركعتين ولي حبي ولي المرت ولمرة حبة ولي راجلها يا سبحان الله رامي يقول لهم خلاص ما دام راح المحكمة ما تقول ليش حسبنا الله ونعم الوكيل ما لا العدة تحسب من يوم تلفظ الزوج بالطلق والقاضي يسجل اليوم الذي تلفظ الزوج بالطلق فهمتوا سائل يقول هل تصح صلاة النافلة قبل صلاة الظهر أم بعد صلاة الظهر صلاة صلاة النافلة تصح قبل الظهر وتصح بعد الظهر مشيء إما وإما لا لا يجوز لك قبل صلاة الظهر أن تصلي ركعتيني وتسلم وبعد الظهر تصلي ركعتيني وتسلم والله عمر داركم بالخير والبركة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر